أكل تغير المناخ تهديداً مباشراً للبشرية على البقاء والنماء والازدهار وتعيش البلاد العربية اليوم حالة استبداد شامل وتخلف اقتصادي وشبه انهيار في بعض البلاد كما أن جوعاً وشضفاً في العيش وبطالة متفشية وبؤساً اجتماعياً وحتى في البلاد التي تتمتع ببعض الثروة فإنها منهوبة ومهدورة ووفقاً لآخر الأبحاث من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أمامنا نحو عشر سنوات لإجراء التحول الضروري لتجنب أسوأ تأثيرات تغير المناخ حيث يلزم تخفيض مستوى ثاني أكسيد الكربون في الجو بمقدار 45% بحلول عام 2030 لمنع تجاوز الاحترار العالمي لتجنب أسوأ تأثيرات تغير المناخ وفي البلاد العربية تواجه البيئة تغيراً بسبب ضعف الإمكانات والأدوات وعدم اهتمام الأنظمة في هذا الموضوع الخطير فالبيئة والمناخ في العراق على أعتاب كارثة وأزمة الجفاف تشتد وهناك مخاوف من اتساع آفة التصحر وفق أرقام رسمية فإن التصحر بات يشتاح 40% من الأراضي الزراعية العراقية كما تهدد زيادة ملوحة التربة القطاع الزراعي في 54% من الأراضي المزرعة إضافة إلى أن موسم الأمطار في العراق لعام 2020-2021 هو الأكثر انخفاضاً خلال 40 عاماً مضتها مما تسبب في نقص حاد لتدفق المياه في نهري دجلة والفرات بلغت نسبته 74% وكان المجلس النرويجي للاجئين قد حذر في أحدث تقرير أصدره من تفاقم الكارثة الإنسانية مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات الأمطار والجفاف في جميع أنحاء العراق مما يؤدي لحرمان الأهالي من مياه الشرب ومياه الري ويؤدي الجفاف والتغير المناخي في نسق سقوط الأمطار إلى فشل المحاصيل الزراعية وزيادة أسعار الأغذية مما يعني إنعدام الأمن الغذائي والحرمان من الأغذية للفقراء وهذا قد يؤدي إلى تأثيرات تمتد مدى الحياة إضافة إلى تدمير سبل العيش وزيادة الهجرة والنزاعات اشتركوا في القناة